اشتركوا في القناة وقد صدر عن الاجتماع قرار أكد تجديد التزام الدول العربية بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها واتساقا مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة وأكد القرار على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتداروج نحو حل الأزمة وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونص القرار على الموافقة على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من السابع من مايو الجاري كما نص القرار على تشكيل لجنة اتصال وزارية لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية لتوصل لحل شامل للأزمة السورية كما شارك سعادة وزير الخارجية في اجتماع لبحث تطورات الوضع المأساوي في جمهورية السودان الشقيقة وصدر عن الاجتماع الوزري قرار أكد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبا لتأجيز الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين كما نص القرار على تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليبيا ودوليا والمنظمات والتجمعات الدولية ذات صلة كما نص القرار على أن كما تتولى مجموعة الاتصال التنسيق مع الأمانة العامة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان ترجمة نانسي قنقر